اعرب معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي بلغتها قوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين واشد معالي بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه من الجاهزية العسكرية والدفاعية المتطورة بفضل الدعم والتوجهات الحكيمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه اللورع كما اكد معاليه على الدور الحيوي الذي تطلع به قوة دفاع البحرين في الدفاع عن امن الوطن والمواطنين وحماية منجزاته وصون مكتسباته ومقدراته بروح وطنية عالية ومنهجية عسكرية سامية مهنئا معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وكافة منتسب قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة الوطنية ترجمة نانسي قنقر